نظمت وزارة الداخلية بتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية الحلقة السادسة من بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد على ملاعب وادي الفروسية للشرطة يأتي ذلك في ضوء حرس وزارة الداخلية على توفير جميع أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيمانا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة بعد النجاحات التي حققها وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية في استضافة بطولات الفروسية محليا ودوليا استضاف الوادي بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة بالتنسق مع الاتحاد المصري للفروسية الوادي الذي يتمتع بإطلال ساحرة على بحيرة عين الحياة بمنطقة عين السيرة بالفستاط شهدت ملاعبه ذات المقاييس الدولية منافسة كبيرة بين الفرسان في ظل الأجواء التنظيمية التي وفرتها لهم وزارة الداخلية كل الخدمات متوفرة والبطولة النهاردة رائعة والحقيقة كل ده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأجواء المناسبة لرياضة الفروسية نشكر طبعاً وزارة الداخلية على التنظيم وعلى الملاعب الممتازة وبنشكر طبعاً رئيس الجمهورية لاهتمامه بالرياضة الفروسية عامة ده من أحسن ملاعب الكلة الموجودة في مصر عشان كمان الإضاءة اللي فيه وكل التجهيزات اللي موجودة بتخلي الموضوع سيف قوي لكل اللعيبة وكمان نقدر نتفرج برحبنا على كل الألعاب الموجودة نشكر وزارة الداخلية ورئيس بالفتاح السيسي على هذا العظمة عشان الله أنادي كبير يقدر يستوعب بطولات عالمية وبطولات كبيرة يمتلك الوادي تجهيزات متطورة لإنجاح أي بطولة تقام على أرضه من فندق لإقامة اللاعبين وأسرهم واستبله بتجهيزات بيطارية لإراحة وإقامة الخيول وتوفير خدمات للجمهور واللاعبين أثناء البطولات فاضاً عن ما يتمتع به من غرفة تحكيم مصممة لرؤية جميع الملاعب نادي لما تجدد طبعاً بقى حلوة جداً للبطولات المحلية والبطولات الدولية وبقى مؤهل أنه يشيل بطولات دولية وتعملت فيه تصفيات كاس العلم وكانت على أعلى مستوى الأراضي فعلاً هنا موجه هزة في شكل كويس والأراضي واسعة والإضاءة كويسة وزارة الداخلية قدرت تحقق حاجات إحنا قبل كده ما كناش بنشوفها ولا شفناها أنا بشكر وزارة الداخلية وطبعاً بشكر السيد الرئيس الجمهوريات السيد عفتاح السيسي على اهتمامه برياضة الفروسية أنا بشكر وزارة الداخلية المصرية على المكان الرائع والممتاز فإتهاد ظاهر صراحةً وهم مهتمين بالديتيلس يستمر الوادي في نجاحاته في استضافة بطولات الفروسية منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره اسهماً منها في الارتقاء بهذه الرياضة اشتركوا في القناة